السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة واحوال تمة بطبيعة الحال اخواني اخواتي مع اخر الاخبار الفيديو ديال اليوم او الموضوع ديال اليوم هو ان وزيرة الخارجة الاسبانيا كتصفى بوليزاريوم بقولها ان امريكا ليست وحدها التي تدعم تدعم مغربية الصحراء ولكن اخواني اخواتي قبل من بدأوا الفيديو ديالنا او قبل من بدأوا الموضوع ديالنا كنتمنى منكم انكم تبارتاجي وتلايكي وقدر المستطاع باش تعمل الفائدة وكذلك باش تكون الاستمرارية وكذلك محبين عالم اسكا كانت من منهم انهم يلايكي ويبرتاجي وقدر المستطاع كذلك باش تعمل الفائدة وكذلك باش تكون الاستمرارية وبالنسبة الاول مرة يزول القناة ديالي ما يبخلش عليها بالاشتراك وكذلك يفعل زيل الجرس باش ديما يتوصلوا بالجديد وكذلك منزوش المتتبعين الاوفياء اللي دي ما كيدعموني باللايكات ديالهم بالشجيع ديالهم كنقول لهم من هذا المنبر الله يجازيكم بالخير مهم اخواني اخواتي نبدو على بركة الله اكدت وزيرة الشؤون الخارجية لاسبانيا السابقة انا بالاثيون ان الاتحاد الاوروبي المدعو للاتطلاع بدور رياضي في اعادة اطلاق محادثات بين الاطرق من اجل تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء وكتبت الرئيسة السابقة الدبلوماسيا الاسبانيا في عمود نشرته مؤخرا المنظمة الاعلامية الدولية بروجيكت سندكيت التي تتخذ من براغ مقرا لها ان الوضع القائم في الصحراء وفي المغرب العربي بشكل اوسع لا يمكن ان يستمر محذرة من انه في حال عودة الحرب فان من شأن ذلك ان يزج بكل المنطقة في وضع من عدم الاستقرار وبخصوص اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغرب الكاملة والتم على اقاليمي الجنوبية ابرزت الدبلوماسيا الاسبانيا ان الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تدعم المغرب في نزاع الصحراء واوضحت انه بحلول سنة 2021 فتحت 18 دولة من افريقيا جنوب الصحراء والخليج واعربت عن نيتها فتح كونسوليات لها في الصحراء ما يعني اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية ومن جانب اخر قالت السيدة بالاثيون ان جبهة البوليزاريو طعنت مؤخرا دون جدوى في شرعية اتفاقية الصادرات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي لدى محكمة العدل الاوروبية وكذلك اكدت ان البوليزاريو تحتجز الصحراويين من اجل دعم الخطاب القائل بان المغرب محتل وهو خطاب لا يؤكده القانون الدولي موضحة ان القرارات مجلس الامن لتسعدوستين بشأن الصحراء يشير الى الاحتلال وسجلت ان هذه القرارات تدعو الاطراف بالاحرى الى التفاوض على تسوية سياسية ويدكر ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة يؤكد في قرارته وخاصة القرار الاخير 25-48 على حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء وبالتالي فانه يكرس اسبقية مقترح الحكم الداتي المغربي الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي والذي تعتبره الادارة الامريكية بكل تأكيد اساس اي حل سياسي اخواني اخواتي يعني مدم وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة انا بالافيون يعني كتأكد وكتقول بان انا ليست امريكا وحدها التي تدعم مغربية الصحراء يعني من هاد الكلام يعني هي كتأكد بان كينين دول اخرى كيدعموا مغربية الصحراء وهاد شي اخواني اخواتي يعني ضربة قاضية للبوليزاريو او ضربة قاضية لجبهة البوليزاريو الانفصاليين وكذلك يعني كتقول بان يعني 18 الدولة من افريقيا وجنوب الصحراء والخالج يعني اعربوا عن نيتهم باش غادي يفتحوا قنصوليات في الصحراء وهاد شي كيعني بانهم كيعطارفوا اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية اخواني اخواتي كما قلتكم من قبل يعني هاد صفحة البوليزاريو يعني هاد ضربة قاضية لجبهة البوليزاريو واخها يعني كيديروا بزرد المحاولات باش غادي يطيحوا بالمغرب ولكن بدون جدوى وكذلك يعني طعنوا مؤخرا في شرعية اتفاقيات الصادرات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي لدى محكمة العدل الاوروبية ودون جدوى وكانت يعني محاولات فاشلة اخواني اخواتي وصلنا لنهاية ديل الفيديو وكنشكركم على المتابعة ديلكم وعلى الدعم ديلكم وتشجيع ديلكم الله يجزيكم بالخير وصحراء مغربية وكنتمنى الخير البلد ديلنا كانتمنى الخير المغرب ديلنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر